حدثنا سكن ابن نافعا حدثنا صالح ابن ابي الاخضر عن الزهري قال اخبراني عبدالله ابن عامري ابن ربيعة ان اباه اخبره انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحل التي حيث توجهت به حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا عبدالعزيز يعني ابن محمد الدراوردية عن محمد بن زيد التيمي عن عبدالله ابن عامري عن ابيه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر فقال ما هذا القبر قالوا قبر فلانة قال افلا اذنتمون قالوا كنت نائما فكرهنا ان نقذك قال فلا تفعلوا فادعوني لجنائزكم فصف عليها فصل حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا ابن عوين عن نافعا عن ابن عمرا عن عامري ابن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيت جنازة فقم حتى تجاوزك او قال قف حتى تجاوزك قال وكان ابن عمرا اذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه وكان اذا خرج مع جنازة ولا ظهره المقابرة حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبراني نافع عن ابن عمرا عن عامري ابن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأى احدكم الجنازة ولم يكن ماشيا معها فليقم حتى تجاوزه او توضعه حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصمي ابن عبيد الله عن عبد الله بن عامري ابن ربيعة عن ابيه ان رجلا من بني فزار تتزوج امرأة على النعلين فاجازم نبي صلى الله عليه وسلم نكحه حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول كان عبد الله بن عمرا يأثر عن عامري ابن ربيعة انه كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى احدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفاه اذا كان غير متبيعها حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عاصمي ابن عبيد الله عن عبد الله بن عامري ابن ربيعة عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا اعد وما لا احصي يستاك وهو صائم وقال عبد الرحمن ما لا احصي يتسوك وهو صائم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال سمعت شعبة عن عاصمي ابن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر يحدث عن ابيه ان رجلا تزوج امرأة على نعليني قال فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذاك له فقال اراضيتي من نفسك ومالك بن عاليني قالت نعم قال شعبة فقلت له كأنه اجاز ذلك قال كأنه اجازه قال شعبة ثم لقيته فقال اراضيتي من نفسك ومالك بن عليني فقالت رأيت ذاك فقال وانا ارذاك حثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن عاصمي ابن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعة يحدث عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك او ليكثر حثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عاصم بن عبيد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون من بعض امراء يصلون الصلاة لوقتها ويؤخرونها عن وقتها فصلوها معهم فان صلوها لوقتها وصليتمها معهم فلاكم ولهم وان اخروها من فارق الجماعة مات ميتة جهلية ومن نكث العهد ومات نكثا للعهد جاء يوم القيامة الحجة له قلت له من اخبرك هذا الخبر قال اخبرانيه عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن ابيه عامر ابن ربيعة يخبر عامر ابن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حان عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالمين عن ابن عمرا عن عامر ابن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اهما اذا رأى اذا رأى احدكم الجنازة فليقم حتى تخلفه او توضع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ايوبا عن نافع عن ابن عمرا عن عامر ابن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حسن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامري بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحللته النوافلة في كل جهة حسن إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع عن أبن عمر عن عامري بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت جنازة فإن لم تكن ماشيا معها فقم لها حتى تخلفك أو توضع قال فكان ابن عمر ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رأها قد أشرفت قام حتى توضع وربما سترته حسن عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامري بن ربيعة عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحللته حيث توجهت به حسن سفيان عن أبن شيهاب عن سالمين عن أبيه عن عامري بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع أدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامري بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أعد ولا أحصي وهو صائم حسن وكيع عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامري بن ربيعة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى علي أحد صلاة إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر حدثنا شعيب بن حرب حدثنا شعبة قال أخبرنا عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامري بن ربيعة يحدث عن أبيه وكان بديريا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة فذكره حسن أبو عبد الرحمة عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبال بن هلال بن أسد الشيبان قال حدثني أبي رحمة الله عليه حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامري عن أبيه أن رجلا من بني فزار تتزوج امرأة على نعلين فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم حسن يزيد أخبرنا المسعودي عن أبي بكري بن حفص بن عمر بن سعدي بن أبي وقاص عن عبد الله بن عامري بن ربيعة عن أبيه وكان بديريا قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثنا في السرية يا بني ما لن زاد إلا السلف من التمر فيقسمه قبضة قبضة حتى يصير إلى التمرة تمرة قال فقلت له يا أبتي وما عسى أن تغني التمرة عنكم قال لا تقول ذلك يا بني فبعد أن فقدناها فاختللنا إليها حسن محمد بن بكر قال أخبرني أبن جريج قال أخبرني عاصم بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء بعد يصلون الصلاة لوقتها ويؤخرونها فصلوها معهم فإن صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلاكم ولهم وإن أخروها عن وقتها وصليتموها معهم فلاكم وعليهم من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ومن نكث العهد فما تناكثا للعهد جاء يوم القيامة لحجة له قلت من أخبرك هذا الخبر قال أخبرني عبد الله بن عامري بن ربيعة عن أبيه عامري بن ربيعة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن عبد الرزاق أخبرنا أبن جريج قال عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامري بن ربيعة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد حسنا حجاج حدثنا حدثني عقيل عن أبن شيهاب عن عبد الله بن عامري بن ربيعة أن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح وهو على الراحل التي ويومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة حدثنا أبو النظر وحسين قال حدثنا شريك عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله بن عامري يعني ابن ربيعة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جهلية فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقيا لها تبارك وتعالى وليست له حجة ألا لا يخلو أن رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرامين فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن قال حسين بعد عقده إياها في عنقه حثن أسود ابن عامر حدثنا شريك عن عاصمين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسود وربما ذكر شريك عن عاصمين عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تزيد في العمر والرزق وتنفيان اللفذ نوبا كما ينفي الكير خبث الحديد حدثنا سفيان عن عاصمين عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن عمر رضي الله تعالى عنه يبلغ به وقال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابع بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما ينفيان اللفذ نوبا والفقر كما ينفي الكير الخبث فقال سفيان ليس فيه أبوه حدنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شيهاب عن عمه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال أخبرني عامر بن ربيعة أحد بن عدي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم حثنا وكيع حدثنا أبي عن عبد الله بن عيسى عن أميتا بن هندي بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عامر قال انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل قال فانطلق يتميسان الخمر قال فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف فنظرت إليه فأصبته بعين فنازل الماء يغتسل قال فسمعت له في الماء قرقعة فأتيته فنديته ثلاثا فلم يجبني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فضرب صدره بيده ثم قال اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها قال فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه أوي من نفسه أوي من ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني يحيى ابن جرجة عن ابن شيهاب قال حدثني عبد الله ابن عامر قال رأى عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحللته قال حدثنا يونس ابن محمد وسريج ابن النعمان قال حدثنا فليح عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عامر عن أبيه قال سريج ابن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الله ذنوب والخطايا والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة